عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية لبحث ومتابعات تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب ركز الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية للحالة المدارية التي تشير إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر مع توقع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والطراب البحر مع امتداد بسيط للمياه في بعض المناطق الساحلية وناقش الفريق سبل رفع الجاهزية للتعامل مع أي تطورات خلال حالة المدارية من خلال مراقبة ومتابعة مسار الحالة واتجاهاتها ونشر إرشادات السلامة للجمهور عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة